أقيم في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس الصوفية قداس إلهي ترأسه الأب الربان بن يمين شمعون كاهن رعية السريان الأرثوذكس في عمان بمعاونة الأب يعقوب شارك في القداس الذي حضره جمع من أبناء الرعية جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترانيم الروحية وفي عضته تحدث الربان بن يمين عن مبدأ من مبادئ المسيحية وهو العطاء امتثالا لقول الرب أعطوني وجربوني موضحا بأن مساعدة المحتاج ينبغي أن تتم بخفاء وسخاء إذ أن ما يعطيه الإنسان بيمينه يتعين أن لا تعرفه شماله علاوة على أن يبقى العطاء مستمرا كل أنواع العطاء هي موجودة في المسيحية الفقير يستطيع أن يعطي والغني يستطيع أن يعطي من مبادئ العطاء هذه أحبائي ننتقل إلى بركات العطاء هل العطاء له بركة؟ نعم له أكثر من بركة الذي يعطي ربنا يباركه ربنا يبارك حياته ربنا يبارك أسرته ربنا يبارك في كل شيء أول بركة من بركات العطاء نجدها في مزمور واحد وأربعين الآية الأولى هذا المزمور يقول من ينظر يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين لأنه في يوم الشر ينجيه الرب معناته البركة الأولى أن الإنسان اللي يعطي كلتنا نقع في تجارب لكن ربنا في يوم الشر في يوم التجربة ينجي الشخص المعطي أنتم تصدقون هذا الكلام؟ عشتم هذا الكلام؟ الإنسان اللي يعطي ربنا في يوم الشر في يوم المرض في يوم التجربة إيد ربنا تسحب هذا الشخص المعطي وتساعده يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين ترجمة نانسي قنقر الترجمة العلماء روبنا وعلي نرجمة're س にjs أيани شكرا